هذه الخراف الجائعة تنقب يابسة قاحلة بحثا عن الكلأ لعلها تجد ما يسد رمقها من جفاف متوحش يغرس ما خالبه الشرسة في أنحاء القارة العجوز وجعل ثلثها تحت وطأة هذا الخطر درجات الحرارة القياسية تسببت في تبخر مياه الأنهار الكبيرة في إسبانيا وتراجع احتياطي مياه الاستهلاك البشري والزراعة إلى 35% المرصد الأوروبي لمراقبة الجفاف توصل لاستنتاجات مفادو أن نحو نصف الأراضي الأوروبية تعرض للجفاف منذ منتصف شهر يوليو الماضي كما وجه انظارا يحذر من حدوث عجز مائي شديد في 15% من القارة بعدما سجل رقما قياسيا للجفاف في إسبانيا خلال الفترة ما بين شهري مايو ويوليو الماضيين مما أدى إلى انخفاض منتصف المياه في الخزانات بنسبة 40% مقارنة بالفترة السابقة هذه سنة جافة ومعاقدة للغاية تؤكد ما كانت تظهره سيناريوها تغير المناخ لفترة طويلة جدا في البلدان التي نعيش فيها في ظل مناخ انتقالي مع فترات جفاف ممتدة أحيانا في المنطقة الجنوبية من إسبانيا توجد قوارب التجديف والمنزلقات المائية مهجورة على قاعد متصدع لخزان فينويلا بعدما تضاءل مستوى المياه عند مستوى حرج يبلغ 13% وأظهرت لقاطة في خزان بوينجيا شرقي مدريد ظهور أنقاض قرية وحمامات مغطاة بالطين الجاف بينما عادت كنيسة رومانية تعود للقرن التاسع للظهور في سد آخر بالقرب من برشلونا الأنهار والقنوات المائية لها أهمية كبيرة للاقتصاد الأوروبي حيث تساهم حركة النقل النهري بنحو 80 مليار دولار في اقتصاد منطقة اليورو وهذا المبلغ الضخم قد يتبخر أيضا الدول التي في مرمى الجفاف وفرنسا ورومانيا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا قررت تخفيض إنتاج الحبوب كما أن إسباني تخشى أن تفقد 80% من إنتاج الزيتون كما طلبت دول مواطنية بتقليل استهلاكهم للمياه في أجواء ساخنة جدا تجعل الإنسان في أمس الحاجة إلى مزيد من الماء ترجمة نانسي قنقر